موسيقى اليوم في ريبورتاجنا بش نحكيه على الديوانة التونسية اللي نقولولها برافو في هذه الايام ليس من اجل السيارات المحجوزة ولا المليارات ايضا لتوصلوا الى تفكيك رموزها خاصة انها كلها موجهة للتهريب لن نتحدث ايضا عن كمية كبرى من المخدرات التي فاتت عشرات الكيلوغرامات بقيمة المليارات هذا كل ما نحكيه فيه اليوم نحكيه على ملف خطير ملف فيهمة صحة التونسي صحة التونسي لمن نجموش انقدروها بالمليارات ولا بلغة المال اليوم للأسف بعض بارونات الفساد والفساد من النوع الخطير جدا لقعدة دخل الى تونس في بعض المواد الغذائية السامة بعض المواد الغذائية المسارتنة بعض المواد الغذائية للنتيجة متاحها عشرات الالاف ان لم نقل مئات الالاف من مرضى السرطان عفانا وعفاكم الله تبعوني مليح وتبعوا صور وتبعوا حجم الكارثة وقت لي باش نحكي على ملوخية ملوخية لي تدخل كل دار تونسية وهكما تشوفوا فيها عندي وفيديها سلعة هذه موردة من الخارج موردة ووقت الانسان ما يخافش ربي وما يخافش بلاده وما يخافش على صحة الناس ينجم يستوردها وهي لا تستجيب للمواصفات لا الصحية ولا الفنية ولا الإنسانية وقت لي تبدأ نسبة الرصاص فيها مرتفعة جدا شوفوا شنو ينجم يصير في صحة المواطن التونسي كيف كيف باش نحكي على بعض المواد الأخرى كما الدرع اللي موجود في فطور صغارنا في فطور كبارنا في كل كوجينة تونسية وبأي مواصفات لن أتحدث عن العفن لن أتحدث على مواد منتهية الصلوحية وإنما أتحدث على إشعاعات وكمية رصاص كبرى موجودة في مثل هذه المواد اليوم تابعوني بشوية بشوية مش بش نوري مواد غذائية فقط وإنما بش نوري كوارث صحية ومعنى عقيد من الديوانة التونسية اليوم ربما المقدمة متاعي لتفيه بحزم الكارثة بش نحكي على إنجاز صحيح للديوانة التونسية لكن بش نحكي على فساد وفساد من نوع خاص يمس التوانس الكل حكي لي الملوخية اللي نشوفه فيها بالكميات كبرى أيدي شنية مشكلتها هذه مواد موردة والمتأتي من جنح التهريب وديوانة من مهامها إنها تراقب المواد اللي عندها علاقة مباشرة بالاستهلاك البشري يتم حجزها ويتم عرضها على المراقبة الصحية نعملولها تحليل وعلى ضوة تحليل تبين إنها غير مطابقة لموصفات الصحية نحجزوها ونقوم بوجراءات لتلاف ما خلوهاش تعرض في السوق التونسي طيب هذا جيد جدا ويعطيكم الصحة وبرك الله فيكم حتى كيلوغرام شدوه تنقضوا تونسي من المرض الملوخية هذي شنية مشكلتها بالضبط هذي موردة من بلد شقيق ولكن بعد ما عملنا لتحليل تطلع نسبة الرصاص فيها مرتفعة معنها أور نورم معنها فوق الواحد معنها غير مطابقة لموصفات الصحية ووزارة الصحة ديريكت تعطينا إذن بالتلاف إذن بالتلاف كيف كيف معتها هاكم تشوفوا معتها في الدراع كما قلت لكم الدراع معتها اللي متواجد في كل دار تونسية نسبة كبيرة من الرصاص نسبة راتوكسين في الدراع طالع على النورم المحدد من وزارة الصحة اليوم أنا حب نحكي معك في موضوع في غاية من الأهمية وربما الموانئ البرية والبحرية مراقبة لكن الكارثة الكبرى هي في المواد المهربة التي لا تخضع للرقابة إن لم تتفطن إليها الدوانة في مسالك التهريب وإلا في الأسواق يظهر لي الضحية والكارثة تصير للمواطن التونسي البضايا في مجمولة متأثرة من التهريب وغير خاضعة للمراقبة الصحية وفي سبعين بالمئة مننا عند علاقة مباشرة بالإنسان معنا كم المكياج كم موضوع التجميل كم موضوع غذائي ويتم ترويجها وتسويقها في السوق المحلي الترويجها في السوق المحلي وبالطبيعة المستهلك هو تونسي وتشوفوا معتها في حجم الكارثة لصايرة اليوم في تونس لما تغيبوا الأخلاق حتى على المهرب تنجم تصير كارثة في التونسي كارثة بالأمراض خاصة الأمراض السرطانية وما أكثرها في هذه الأيام اليوم وانا نحكي في الريبروتاج متع التهريب ونحكي على المواد المهربة بش نحل قوس إلى التهريب من نوع خاص وهو أن بعض الموردين التونسيين كيف كيف لمهمش معتها عندهم نزعة وطنية قاعدين يدخلوا في بعض المواد عن طريق بلدين عربية أو أوروبية لهما عندهم علاقات تجارية بتونس ومعافيين من الأداءات يجيبها من بلاد أخرى من الصين مثلا وتدخل إلى بلد عربي ويعاد تعليبها وتغير بلد المنشأ وبالطبيعة الخاسرة هي تونس بألاف المليارات قلت لغة المليارات ربما لا تفيد مع صحة التونسي لما تكون هناك مواد غذائية ومواد استهلاكية جمع موجودة في الأسواق التونسية متعنا لا تستجيب للمواصفات لا نحكي على الملوخية التي تغيرت في لونة وفي ريحتها وفي كل شيء لا نحكي على الدرع ولا نحكي على الحبوب وإنما ثم زاد مواد أخرى وقع حجزة بكميات كبرى وفمشكل هي مصرتنا خاصة مواد التجميل موجود ياسر وتنعطيك معين منها هي مواد تجميل منتجرة بالأسواق الشعبية وتستعمل فيها العبد كل بصعار بخسة ولكن هي مضربة صح في مجملها كنا عدوها على المراقبة الصحية مرفوضة تماما باش يكون معروضة لاستهلاك البشر هو قال المكياج وأنا نكمل نحكي معاكم على الكارثة الكبيرة اللي قاعدة تصير خاصة أنه بارشة عائلات وبرشة بنيات صغار ما هم شواعين بالخطورة متاع مثل هذه المواد اللي أغلبها يجي من التهريب اليوم نحكي على مكياج للأسف قاعد يدخل عبر بعض مسالك التهريب من بلدان الجوار عليش قلت من بلدان الجوار لأنه بعض المهربين يستغلوا الرخص لموجود في البلدان هذيك خاصة على مستوى الأداءات الجمالوجية ويدخلوه لتونس لكن لما يخضع للتحاليل الصحية يثبت أنه مش يضر بالصحة فقط وإنما له مخلفات اختير بارشة على البشرة خاصة الوجه وتنجم تسبب في مرض السرطان اليوم الديوان التونسية بخلاف المحجوز اللي قاعدين نشوفوا فيه اللي هو بكميات كبيرة بارشة أكثر من مرة يصير عملية معتها حجز وإتلاف مثل هذه المواد تقريباً في 2021 فما أكثر من 500 محظر إتلاف لمواد تجميل حكي لي في النقطة هنا هي بضايع في المجم المتأتي من جنح التهريب هي بضايع مهربة بصفة غير قانونية وفي مجملها تحمل علامات تجارية مقلدة أساساً وبصفتها أسعارها بخصة برافور على أسعار معتمدة ويتم ترويجها في السوق المحلية بصفة عشوائية تم حجزها وقالياً يتم عرضها على المراقبة الصحية ويتم رفض قبولها للترويج تجارية سمحني سيد العقيدك نحكيه على المواد غير صالحة للاستعمال سمحني معتها هاكم تشوفوا معتها في بعض الأنواع اللي قدمي معتها كلها ماشية إلى الإتلاف هذا هو معتها اللي يجب يصير يظهر لي خبرة الديواني هي الفيصل الديواني لما تكون عنده خبرة يقول لي يعرف بين المواد الصالحة للاستعمال والمواد اللي ما إذا ماش تدخل للبلاد ومبعد تخضع إلى التحاليل المخبري نسقوا حتى مع أصحاب العلامات التجارية ويقوموا بزيارة ميدانية ومعينة البضاءة أسك العلامات هذي تابعتهم ولا مش تابعتهم ويتم الجزم بعرضها على المصالح الصحية وآليا يتم إتلافه ورفض قبولها للطريج تجاري أليا يتم إتلافه كما تشاهده في الصور الكارثية لبعض المواد اللي قاعدة تدخل إلى تونس بيعشرات إن لم يقل مئات الألاف من الأطنان للأسف النتائج متاحة كلها وخيمة للأسف النتائج متاحة كلها أمراض سرطانية للأسف معتها بعض الرجال الأعمال أو خليني نقول كنطرية ديريكت اللي هما ما يخافوش ربي ما يخافوش هذا الوطن ما يخافوش على صحة الناس قاعدين يدخلوا فيها ومن خلال هذا الريبرتاج وعي المواطن هو الأساس رأوا مش كل حاجة الخيسة تشريها مش كل حاجة على التروتوار تشريها ثم السلامة الصحية أولا وقبل كل شيء ومواد مجهولة المصدر ردوا بالنا منها برشا سمعتوا على مواد مصرطنة مواد غذائية فاسدة مواد غذائية وقع إعادة تعليبة في بعض الأماكن أو بعض البلايس اللي ما نعرفهاش ودخلت إلى الأسواق التونسية برافو للديوانة كيف ما قلت منذ البداية لأنه هداية اختر كبير على صحة التونسي اشتركوا في القناة